اقول لي بقية حكاية المنتخب ازاي حصلتك حكاية المنتخب من وقت كان صعب جدا في فترة صعبة للإسماعيلي فجأة لقينا محمد فوزي في قائمة المنتخب اه كنت بتقدم مستوى جيد ومستوى رائع جدا مع الإسماعيلي بس عادة الفلاة اللي بتبقى شماشة كويس ما بيبصوش لدعبتها اوش ازاي جي اختيارك للمنتخب مصري طبعا في الفترة دي احب اشكر كابتان عصام الحضري كان هو المدرب حراس المرمى المنتخب المصري وطبعا هو راجل أسطورة الواحد يعني مهما نكلم عليه مش هيوفي بحقه اه طبعا شرف كبير جدا ليه اللي انا اتمرن مع كابتان عصام الحضري كله بيحلم اللي هو يتمرن مع وعشان بس اعرف الناس كمان هو بلديات من كفر البطيخ بلديات بيطلع حراس جنبي شرف ليه اللي انا من بلد كابتان عصام الحضري وكفر البطيخ طبعا اهلي وحبيبي ودايما في ظاهري في الوحش قبل الحلو بصراحة يعني فربنا يخلوهم ليه هو موضوع المتخب كان كابتان عصام بصراحة كان بيدي للناس الظاهرة في المتخب في الفرق بتاعتهم ايان كانت الفرق ماشي حلو ماشي وحش وكانش ليه دعو بقى باسم فرقة كبيرة فرقة صغيرة لا هو المكتغل الحرس نفسه عمله الحرس اه عمله في الفترة دي فكانتنا موجود الحمد لله وطبعا كابتان شيناء وكابتان ابو جبل وصبحي وجاد كنا الخمسة دول موجودين في اختيار المتخب في أفريقيا وكاس العالم مارش السنغال فقعدت الحمد لله الفترة دي كنت محافظة على مستوية وكان ربنا موفقنا كله بتوفير ربنا طبعا طبعا فكنت الحمد لله من ضمن الخمسة اللي بيروح على طول الفترة دي بس كانش ليه نصيب اللي أنا ايه كنت اروح البطولة يعني لما جالك تليفون او عرفت ان انت رايح المنتخب سيلي احكيلي شعورك عرفت منين انت رايح المنتخب مين بلغك فرحت كان الاداريين بس طبعا مش فاكر الاسامي عشان كذا واحد يتكلمني والاداري بتاع النادي ففرحت جدا طبعا اللي أنا كنت رايح في الوقت ده وفي الظروف اللي احنا فيها فقلت لا فرحت جدا وقلت كويس اللي في حد بيبص على واحد بيتعب يعني أنا بعيد قوي عشان النتاج اللي أنا فيها ففرحت اللي هو ايه قلت طب كويس اللي في حد بيشوف تاعبي فبصراحة كان شعور جميل يعني عشان الحضر الوطاء قالك ايه أنا كان بنسبك بلا كنت رايح البطولة بس في حاجات حصلت في الاخر كاوليس بقى ما عرفهاش بصراحة بس كان بيقول لي اتمرن وما لكش دعوة وشد حيلك وما تركز اللي انت رايح المنتخب عشان ما اقصرش على مستواك في الملعب اللي انت طبعا هتحس اللي انت رايح هتضغط نفسك في الملعب ممكن تظهر بشكل مش كويس بعد كده في المرشاة اللي بعد كده وكان بيكلمني كل فترة كان هما في البطولة العربية كان بيكلمني في الفترة دي كتير اللي انت لازم تركز الفترة دي عشان ايه البطولة اللي جاب إذن الله هاي كيروش حصل بينكو حوار انت وكيروش؟ لا لا ما قابلتوش ما قابلناش بعد خلص كان كله كلام في التليفون يعني كده اه بس وكان كابتن عسام الحضري